القضاء سلطة لا وظيفة هكذا الأمر في كل نظم الحكم في العالم لكنه بات مختلفا في تونس بحسب قضاء وقانونيين معترضين على إعفاء 57 قاضية من مناصبهم منذ سنة مضت هي مجزرة القضاء أو ذلك اليوم الأسود بحسب ما تصفه المعارضة التونسية التي ترى أن نظام الرئيس قيس سعيد ينضي بالبلاد نحو ترسيخ الاستبداد وهدم دولة القانون لصالح حكم الفرد بعيدا عن احترام العدل وحقوق الإنسان جمعية القضاء التونسيين وخلال إحيائها للذكرى الأولى لعزل القضاء أكدت أن 49 قاضيا من بين القضاء المعزولين حصلوا على أحكام نهائية غير قابلة للطعن بالعودة إلى مناصبهم إلا أن السلطات لم تنفذ أي من هذه الأحكام برغم مزاعمها عن احترام القانون وأحكامه بحسب العياش الهمامي رئيس هيئة الدفاع عن القضاء المعزولين نحن نعيد تأكيدنا أننا لا نطلب إلا تطبيق القانون يخي مش يقولوا إحنا دولة قانون يتفضلوا يتبقوا القانون هذه أحكام نهائية تقضي بالعودة إلى العمل هذا أولا ثانيا نحن نؤكد على أن القضاء سلطة لا وظيفة وأننا نرفض الدستور الحالي الذي نص على أن القضاء مجرد وظيفة القضاء المتظاهرون ضد ما يرونه اعتداءا سافرا على السلطة القضائية في البلاد حذروا من محاولات نظام الرئيس سعيد لتجين القضاء والإعلام وكذلك محاولاته إسكات كل صوت يعارض سياساته التي وصفوها بالاستبدادية والتي تقود البلاد نحو مستقبل مجهول الشعب يريد قضاء لا عبيد الشعب يريد قضاء لا عبيد